هل ممكن تزود مشاهدات اليوتيوب بنسبة 219% في شهر واحد؟ هل ممكن تزود عدد المشتركين على قناتك بنسبة 89% في 30 يوم بس؟ الإجابة هتكون في التجربة العملية اللي هتكلم عليها النهار قناة اشتغلنا عليها لأحد الشخصيات المعروفة وكانت بتحقق نتائج كويسة وعدد المتابعين فيها أكتر من 300 ألف متابعة لكن صراحة طموح صاحب القناة كان عالي وعايز ضاعف الأرقام ديت في مدة زمنية بسيطة لما استلمنا القناة كان عدد المشاهدات فيها 4 مليون مشاهدة شهريا وعدد المشتركين كل شهر 10 تلاف مشترك ومرات الزهور كانت 36 مليون وبينتج عنها 2.5 مليون عملية بحث المشكلة الحقيقية كانت في نسبة البحث نسبة البحث كانت 8.2% ده معناه ان لو شخص بيبحث عن موضوع القناة ممكن يروح لقناة تانية أصلا وعشان كده عملنا خطة والخطة كانت 90% منها شوية تركات وحاجات بسيطة على القناة واعتمدنا بس بنسبة 10% نعمل إعلانات مولة لا تتعدى قيمتها 50 دولار أما بقى النتيجة اللي وصلنا لها بفضل الله كانت ارتفاع عدد المشاهدات من 4 مليون مشاهدة إلى 12 مليون مشاهدة وبالتالي لما عدد المشاهدات كبر كمان عدد المشتركين على القناة زاد عن الأول بكتير وعدد المشتركين قبل كده كان 10 تلاف وصل بفضل الله إلى 19 ألف وعشرين ألف مشترك جديد شهريا وتخيلوا أن نسبة الظهور ارتفعت من 36 مليون إلى 53 مليون ونتيجة شغل الاسي او زادت المشاهدات عن طريق التصفح بشكل كبير كذلك بدأنا الشغل على المناطق الجغرافية المهتمة بمحتوى القناة الأول التركيز كان على السعودية لما عملنا دراسة للقناة لقينا أن العميل المستهدف وأكتر جمهور على القناة موجود في العراق فحولنا الكلمات الداليلية وحولنا الشغل بتاعنا من السعودية للعراق وبالتالي زادت المشاهدات لما زاد الجمهور المهتم بالمحتوى طب باختصار كده ايه أهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تزود مشاهدات قناتك وعشان قناتك تجبر على اليوتيوب في خلال فترة قصيرة أول حاجة اهتم بالمحتوى زي ما بيل جيتس قال المحتوى هو الملك تاني نقطة اهتم بالصوت يعني بناء على دراسة قال 90% من نجاح الفيديو قايم على الصوت فرجاعا اهتم واستثمر في الصوت بتاع الفيديوهات بتاعتك كويس جدا التالت حاجة البادي لانجوتش يا جماعة عايزين تفاعل يعني مثلا تشوفوا مثلا في فيديوهات ابو فلا عنده باشا الله اكتر من 26 مليون متابع على اليوتيوب تحس ان هو هيطلع من الشاشة البادي لانجوتش يا جماعة سرها باتع في اليوتيوب يعني بناء على دراسة لهارفورد قالوا التلات عوامل بتخلي الناس تتفاعل مع المحتوى بتاعك البادي لانجوتش الفويس الكونتن تخيلوا البادي لانجوتش كانت نثبتها كم في المية البادي لانجوتش كانت نثبتها 55 في المية الفويس 33 في المية الكونتن 7 في المية شوفوا الكونتن اللي هو مفوض اهم حاجة نثبته لا تتعدى 7 في المية الزتونة والشغل كله على البادي لانجوتش حاول تتفاعل مع الناس بقوة وبحرارة وإيديك تبقى شغالة على طول وتتفاعل مع الناس وتبص لهم وتغير مكانك وتقوم وتروح وديجي حاجات دي بتخلي محتويات قوي جدا وتخلي الناس بتابع الفيديو من الاول لحد الاخر الحاجة التانية حاول تصور بأكتر من كاميرا عشان تخلي المتابع دايما منتبه معاك حاول ان انت يبقى دايما في فصلات تخلي المشاهد يركز معاك حاول مثلا كل شوية تغير كدر تغير لقطة تتكلم عن حاجة معينة تذكر قصة تجيبه في زاوية تانية تجيبه مع كاميرا تانية وهكذا حاجات دي بتخلي الحاجة اسمها الـ audience retention مشكلة كلها ان المشاهد بيبدأ معاك في الفيديو ممكن اول دية اول ديتين معاكات ليه سقط لأ انا عايزه يبقى معاك لحد لما ينتهي الفيديو فده لازم الفيديو بتاعك يكون مسلي الفيديو يكون شايق فيه اكتر من كاميرا اكتر من كدر عشان تخلي المشاهد يشوف الفيديو لحد اخر الفيديوهات الطويلة يا جماعة مهمة على اليوتيوب مش معنى كده ان انت تعمل فيديوهات طويلة ومملة لا كل لما الفيديو كان اطول 8 دقايق و 10 دقايق فيما فوق والناس بتشوف الفيديو لحد اخره كل لما اليوتيوب يرشح فيديوهاتك لمشاهدين ومستخدمين اكتر الفيديوهات الفول فريم حاول تصور الفيديوهات بكاميرات فول فريم عشان اليوتيوب يديك ريكمنديشن ويبدأ يطلع فيديوهاتك في الفيديوهات المقترحة بشكل اكبر الثبنيل او الصورة بتاعت الفيديو دي مهمة جدا جدا لانها بتحدد بنسبة كبيرة اذا كان العميل يشوف الفيديو ولا ما يشوفهوش زي كده عندنا مثلا بيقول ايه الجواب بيبان من عنوانه لو انت عامل صورة سيئة او مش عامل صورة اصلا الناس ممكن ما تتشدش للفيديو او الناس ممكن ما تتدبش او الناس ممكن ما تدخلش اصلا فلازم حضرتك تعمل صورة احترافية وصورة كاتشي ويفضل صورتك الشخصية تكون موجودة فيها عشان تحفز الناس انها تدخل وتشوف الفيديو واهم نصيحة انا شايفها في شغل اليوتيوب انك تبدأ دلوقتي في مثل انجليزي جميل او بيقولك ايه بيقولك think big فكر كبير start small ابدأ صغير act now نفس دلوقتي فيه ناس مش بتبدأ على اليوتيوب الا لما يجيب كاميرا احترافية ويجيب مايك احترافي ويصور في استوديو عالي ده ممكن عشان يوصله ممكن يوعد خمس عشر سنين وبعد خمس عشر سنين يكون مثلا خمسين ولا ميت واحد وصلوا وبدأوا انهم خلاص كلوا الترطة لما هو يبدأ خلاص الترطة يكون تاكلت وهو مملوش نصيب فيها فاليوتيوب عليه فرص كبيرة جدا بس اليوتيوب عايز نفس طويل عايز تصبر عليه عايز استمرارية وان شاء الله خلال سنة سنتين بالكتير هتلاقي قناتك وقفت على رجلها وقناتك بقت من قنوات المتخصصة في المجال بتاعك النتيجة النهائية بقى اللي حصلت ايه النتيجة النهائية الحمد لله رب العالمين ان المشاهدات زادت عنده بنسبة 219% والمشاهدات بدل ما كانت 4 مليون بقت 12 مليون في خلال 30 يوم بس وعدد المشتركين زاد بنسبة 89% عدد المشتركين في الشهر كان ببعشر تلاف الحمد لله رب العامين خلال 30 يوم بس بقوا من 19 الى 20 الف مشترك جديد لو عايز تكون قصة النجاح الجاية تواصل معنا دلوقتي وان شاء الله النجاح هيكون حليفك وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد القناة اول باول سلام عليكم لا تقل لوحدي او كيف السبيل انت بالتحدي تصنع المستحيل اشتركوا في القناة